بما أن موسم المدارس جاي بقى أحزية المدارس بالنسبة لو نتكلم بقى على البنات أو الهوانم يعني الأحزية بتتروح بين كم و كم في تصنيع حضرتك لأن الحاجة في النهاية اللي ما بتوصل لي بتوصل لي أنا كمشتري بتبقى غالية جدا فهل فرق السعر بيبقى كبير ولا هي بتطلع من عندك بالسعر ده كلم صراحة الأسعار اللي انت بشي فيها في البتارين دي مبالغ جدا فيها كتير جدا يعني ممكن توصل 150% زيادة عن سعر المصر يا نهرى بيض يعني الجازمة أنت تخرجها ب100 جنيه تتبع ب250 جنيه توصل كده أه لأن في حاجات مثلا تبيع بحب 60 جنيه كان فيه بتارين حط عليها 125 جنيه ده الضعف هو شوي الضعف هو شوي طب ليه مش عارفين هو طبعا التاجر بيتحجد بيقول إن إحنا عندنا بواق كتير عندنا فاتير كهرابة كتير عندنا ضرائب عندنا تأمينات بس برضو مش للدرجة اللي هو أحطتها أيها هو صح بيتكلم صح بس مبالغ أو برضو في التسعير اللي هو بيحطها مكسب كبير أوي كده جدا طب أنتو بتحطوا بقى فرقة قد إيه؟ يعني المكسب هامش للربح كام في المية تقريبا بالنسبة للورشة أو ليه؟ للورشة بتاعتكم للورشة برضو يعني بتتروح ما بين 5 جنيه جوز يعني أنت ممكن تبقى هي تمنها 55 جنيه وانت تتبيعها له ب60 تتبيعها له ب60 وهو يبيعها ب125 يبيع بقى هو ب125 طب ده فرق كبير جدا طب أنا لو كمواطن بقى أبدأ أدور على الورش دي وأماكن هاشتري منها مباشرة ولا أنتو مش بتبيعه للناس؟ الورشة مش هتبيع لك الطاعي تبيع محل بس؟ هتبيع للمحل لأن المحل هو اللي بتردد عليه المستهلك لكن الورشة بتصنع جملة لكن المحل القطاعي أنت مثلا عايزة هتروح هتشير جوز هتشير جوزين معاك أولاد هتروح هتشير لهم فبتلاقي بنفس التشكيل اللي أنت عايزة موجود جوه المحل لكن الورشة مهما كانتها محدود بيطلع حاجة نوع معين بيطلع مثلا طلت أربع موديلات هم موديلات اللي شغال فيهم طب لو حبيت أسألك واستفيد بقى من خبرتك الناس اللي في موسم الدراسة إيه المحلات من توزيعات حضرتك كده الأماكن إيه اللي بيبقى فيها فرق السعر اللي بتقول عليه الضعف وشوية والأماكن تانية بتبقى أقل شوية كله بيحط نفس فرق السعر ده بس ده حرام يعني ده كتير قوي حرام حرام ومؤثر علينا بيأثر عليكم في إيه بقى ما أقول لحضرتك أنت حضرتك لما بتنزلي بتلاقي الأسعار غالية جدا ما أنت ما بتشيريش أو بتشيري في حدود معينة لكن لما بتلاقي الأسعار معقولة وحلوة جزين بدل ما تغدل العمعكي مسلا ولاد عائلين بدل ما تغدلهم لكل عائل جزمة تغدلوا جزمتين فده كله بيفرق عندنا يجي يشتري منك تاني يطلب منك طلبات تاني يطلب مني طلبات تاني وبيعن بينشط حركة التجار ده بيعكس عن بيتنعكس عن داني لكن بالنسبة للموضوع الأسعار ده لا هو قف على الدنيا الدنيا مرياحة عندكم دلوقتي ولا اشتغلت شوية جدا والموسم بتيجي محروقة محروقة يعني إيه محروقة بمعنى أن أنت مثلا بتبقى مستنية مثلا موسم رمضان جاي عشان العيد الصغير تبص تلاقي البلد ما فيش شغل ما فيش تقطيع في المحلات ما فيش شراء رحزية يعني طور شهر رمضان ده هو الشغل كان بيرجع لنا تاني على أساس هو ممكن ياخد منكم الشغل ويرجعه تاني؟ ممكن تقفل التليفون عايد ممكن ياخد منك الشغل ويرجعه تاني؟ ممكن آه ممكن احنا بنشغل بالآجل آه يعني مثلا بديك شغل مثلا بألف جنيه أنت بتديني مثلا دفع منه 300 جنيه تمام وبقى جي مثلا على العيد الصغير بصفي بقولك أنا ليه مثلا عندك 10.000 جنيه أنا عايز 10.000 جنيه بتولي آه لكن عندك بيحصلوا حاجة ولا الأحزية ما بتأثر؟ لا ما بيحصلوش حاجة ما هو بيتباع تاني بس بيكون أثر علينا أثر عليك بقى في الفلوث مادية بيأثر علينا ماديا وبيأثر على الصناعية اللي موجودة لأن طبعا بيبص لاقي شغلة عندي طبعا بضطر رايح الانتاج شوي فبيتأثر الصناعية اللي موجود بيتأثر وأنا كمان بتأثر الصناعية تقريبا بتبقى النظام الشغل معا إيه؟ يعني أجروا بيبقى إزاي شهري ولا باليوم ولا بالإنتاج 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 يعني بيطلع استخدم بقى المصطلح بدأ الجوز في الدقيقة أو بياخد على الجوز كم؟ مش كل حاجة برضو يعني كل حاجة ولها سعرها يعني في حاجات مثلا بتتعمل بربعة جنيه ونص في حاجات بخمسة في حاجات بسبعة في حاجات بستة على كل حسب الموديل اللي بيشتغل فيه بس برضو يعني أنا سمع الرقم ومستحرامة المكسب الكبير ده والناس اللي بتعمل الحاجة ما بتكسبش المكسب ده يعني اللي صنع وعمل وحطها وجهزها يكسب خمسة جنيه وصريع ياخد أربعة جنيه وصاحب المحل ياخد مئة وعشرين جنيه بيحصل وده حرام بيحصل عند محلات القطاع طب أنا لو أنا بقى عايزة يعني فرق السعر ده عايز تنصح الناس بحاجة النهاردة باعتبار أن أنت واحد مصنع الحاجة دي ومخرجها بسعر وبتتبع بضيع فهتقولهم إيه مش هادر أقولهم حاجة ليه؟ على الوضع اللي احنا فيه مش هادر أقولهم حاجة ما فيش بيع وشار ما فيش بيع وشار والناس تعبانا احتبال حضرتك فهو المحل بيتزنق أنه عايز يكسب كتير حتى لو فيها التواحد هو بيتحجب بحاجة كتير بس أيها هو ليه حق بس اللي بيقوله ده مبالغ فيه يعني أنت مثلا هتطفع ضرائب قد إيه؟ وتأمينات قد إيه؟ وعملها قد إيه؟ وكهرابة قد إيه؟ عشان تيجي في الآخر تحط لي مثلا مية وخمسين في المية ده مكسب إيه ده؟ يعني مخدرات مثلا بيعش مخدرات عشان نكسب المكاسم ده ده بيتبح الناس كده حرام عليه ها حرام حرام مبالغ فيها جدا التسعير دي حطي مثلا ستين في المية معقولة تبقى معقولة على الزبون ومعقولة على الدنيا كلها الدنيا كلها تتحر لكن الأسعار العالية ده يتمي خليها الناس واقف حالها طب اتكلمتوا مع محلات مثلا يعني ما بتروح ولا بتخاف ان هو يزعل فما ياخدش منك داني